اهلاً اهلاً يا سارة شطورة اول وعدة تيجي الفصل يلا ترضى اليه سارة اهلاً يا شاهد كيفك كيف حالك اليوم يلو يجسع الكرسيك شاطرين عبايبي اهلاً يا مصطفى صباح الخير اهلاً اهلاً ندخل على الكرسيك يلا شاطرين عبايبي يلا كل واحد يجلس ويطلع دفتر وقلم وضيب دخلونا نستنى شوية لما نيشو تضلع بالباكين شاطرين عبايبي جيتوا بادريليون جيتوا ممتاز بالوقت شطار محمد اهلاً يا محمد اهلاً دخل دخل شاطر جمتوا دفتركم كويس جميعاً اهلاً يا نادا اهلاً يا نادا اهلاً يا نادا اهلاً يا ناشواء يا سلام علوين طلابي طلابي والأعلى منكم ايش هالتسريعات العلوى يا سلام شاطرين شاطرين اهلاً يا ناداً وكل وعد جايب شنطته وشنا طرعه اللوى خلينا شوف شنطتك يا غايدة لاحظة تعالين شوية تعالي تعالين خلينا شوف شنطتك اهلاً لاحظة شوفي خلينا صلى عليك يا تعالي بدي تعالي صلى عليك شنطتك كتاب كان بيضيح من شنطتك انت بيضيح من شنطتك انت بيضيح من انك تسكريها لكي ما تضيح تفادرك وكتبك شاطرين يا غايدة يلا روح ليشلسي في كرسيكي اهلاً اهلاً بالطلاب يلا كل وعد يدخل الفصل يلا شاطرها بايبي يا علوين يا علوين كيفكم اليوم جاهزين الهسة الأولى يلا كلكم اليوم عاضرين مين ما حاضر اليوم هاي سارا ايش لينا ما جات يا رب على لينا دائماً تتأخر لينا مين قمان ما جا اليوم علي مين قمان نستنهم شويه اوكي طيب اوه جات رغد اهلاً يا رغد تفضلي تفضلي وغيدة ولينا أخيراً يا لينا يلا لينا شاطرها مين كمان ما جا مين باقي اسما اوكي اسما تفضلي الله تسريع تشارك على اليوم يلا تفضلي على كرسيكي شاطرين حفايفي كلها على الدرس في مكان يلا كلها تطلع التفضر والقلم اوكي حليتوا الواجب ولا لا يلا يلا اللي حعل الواجب يرفع يدو اللي ما حعل الواجب معليش ما تخافوا رح أساعدكم في حعل الواجب اوكي يلا غالينا شوف لينا ما حعلت الواجب تسوكي لينا بعد ما خلصوا الدرس رح أساعدك في الواجب وريني اش كان صعب بالنسبة لك وانا أساعدك اوكي يلا مين كمان كلكم حليتوا شاطرين عباريك اوكي اللي عنده اي سؤال بس يسألني بعد الدرس اوكي طيب عباري بعلوين يلا 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 أبقى أسألكم بعض الأسئلة كده ممتع حلوة بنشطكم شوية اوكي طيب يلا أول سؤال أسألكم هي يلا ما هي أصغر ما هي أصغر دولة عربية عربية من حيث المسع ما هي أصغر دولة عربية من حيث المسع أنا را أعطيكم خيارات وأنتوا اكتبوا عندكم في الدفتر اوكي واللي جاوب صع را أعطي الهدية اوكي يلا اسمع الخيارات خيار الأول خيار الأول قطر اوكي الخيار الثاني البعرين تسمعين معي؟ اوكي الخيار الثالث الكويت الخيار الرابع فلسطين خيار أي خيار ما هي أصغر دولة عربية من حيث المسع اوكي لا تقولوا لي كتب عندكم في الدفتر اوكي يلا راح تسؤال الثاني اوكي نسألكم السؤال الثاني نسألكم السؤال الثاني كيفك أسمى اليوم؟ كويسة؟ ممتب هلو وانتي يا محمد كيفك اليوم؟ هلو هلو كويسة؟ ممتب وانتي يا غيدة؟ كيفك اليوم؟ هل؟ خير يلا ستأدي السؤال الثاني طي يلا أنا متأكد أنكم تعرفوا هذا الجواب متأكد يلا سؤال مرة سهل وإحنا درسناه من قبل ما هي نسبة المياه من كرة الأرضية؟ يلا أنا راح أعطيكم خيارات خيار الأول خمسين بالمئة الخيار الثاني ثمانين بالمئة خيار الثالث واحد وعشرين بالمئة الخيار الرابع سفنتي وان الخيار الرابع واحد وسبعين بالمئة يلا كولولي إيش الشواب؟ الشواب الصعير معي نسبة المياه من كرة أرضية أوكي اكتبوا عندكم في الدفتر إيش فيه صار؟ إيش فيه؟ أوه مهمتي الكلام؟ بس أوكي حبيبتي أنا أعطيك يكلم لابا ياب هاي لون تبقي عندي أقلام هندي بينك هندي أزرق هندي هم هاي لون تبقي هاي الوردة تعبي ساري؟ أوكي تبقي سايل ولا جاف؟ شايفة كله عندي جاف اللي ناقصوا كلام بس يقول لي لا تترددوا عبايبي أوكي بس قولولي أوكي إيش فيه مصطفى؟ تبغى كلام داني؟ أوكي يلا أخذ أزرق أوكي يلا أخذ أنت الأزرق أوكي شطر مصطفى يلا يسار هذا كلام يكذل هذا كلام يكذل هذا كلام الزهر يأخذي أوكي يلا أكتب عندكم الجواب أوكي أوكي كتبتوا؟ شطورين؟ يلا سؤال بعدوا ولا نأخذ بريك؟ إيش رايكم؟ تبون أخذ بريك؟ أوكي يلا نأخذ بريك يلا عقوني استويتوا في الويكند استويت يلينا في الويكند أوكي حلو ممتاز ممتاز رأتي تسبعي في المسبع ممتاز حلو يلينا وإنت يا أسماء استويت ممتاز ممتاز أنت يا ممتاز تبا تقول لنا تشارك ما أنا استويت في الويكند؟ ممتاز 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 كيكة لذيذة في الويكند؟ مين يحب الكيك؟ تحب الكيك؟ طبعاً كيك لذيذ إيش النقاة؟ كانت هي نقاة الفانيلا مع الفواكه؟ أنا هذي كيكة المفضلة أممم وإنت إش الكيك المفضلة لديك؟ أوه هلو حتى أنا أحبه ضمك؟ طيب ما بايبي برايك؟ هلو البرايك؟ يلا نكمل الأسئلة تشاهزين؟ كي؟ يلا نسألكم السؤال الثالث باكم تكتب عندكم في الدفتر عشان اللي يجاوب كل الاسئلة صح اعطي الهدية بالاخير شاطرين شاطرين عبايبي طلابي اعلى طلاب اعلى طلاب دايما جاهزين ومجاهزين دفاترهم كتبات يلا السؤال الثالث ما هي اثقل مادة على الكرة الارضية ما هي اثقل مادة على الكرة الارضية اكي اوكي انا اعطي لكم الخيارات كالعادة انتو قلوا لي انتو قلوا لكم لا شيء جواب صحي where صحي اوه الالماص او الاذهب او الانفط او النفط او اليرانيوم او اليرانيوم او اليرانيوم يلا هذي الخيارات الاربع انت تقولولي لا تقولولي قصدي اكتب عندكم وتفتر ليش الجواب الصحيح ايتما تدهي الاثقل في الكرة الارضية اوكي شغطرين عباري فيض السؤال الاخير اليوم بس اربع اسئلة نشو السؤال الاخير طيب هذا السؤال مر سهل احنا درسنا كثير وانا متأكد انكم تعرفوا طيب ما هي اكبر قارات العالم مساعدا اوكي هاي يلا نهاتيكم الخيارات واحد افريقيا اوكي من امريكا ribution باستراليا وات Han اوكي اوكي كتبت عندكم جواب كتبت شفي يا رغد شفي الدفتر شبه الدفتر اوه خلص ما عنديك وراق ما عليش عبيدتي انا عندي دفتر هنا كدير اللي يحتاج دفتر كلام بس يقولولي اوكي يلا انا عندي دفتر طيكي دفتر هذا دفتر شديد دفتر عالوي شروعي هيك كل صبعات اللي انا هذي هذي عبيبتي هذي عررد اوكي عادي اكتبي الاشوف الدفتر الجديد اوكي بعدين انا اخذوا صحيح اوكي عبيبتي طيب كلكم جبت معكم فطورة اليوم الفسعة طيب اللي ما جاب اليوم ما عندو يشي عندي طيب انا عندي سناكس اعطيكم سناكس اللي ناقصو الشي ولا شيعان يشي عندي انا اعطيله طيب عبايبي شاطرين عبايبي اوكي كتبتوا جواب عندكم كتبتي يا رغد في طريقة جديدة هلو كلكم لينا كتبتي مصطفى محمد زياد علي اوكي شطرين عبايبي يلا ممتاز ممتاز طيب انا راح اجمع تفاتر اوكي اوكي واشوف مين اللي شاوب صحي بس لانكم اليوم كنتوا شطرين وهاتين وتشاوبوا وتشاركوا معايا بقى اباضيكوا قومديا اش رايكم ااخدكم رعلة معايا اش رايكم نروح رعلا تبقى تروح رعلا طيب انتوا فكروا وقولوا لي تبقوا رعلا هم نروح معرض معرض فني ولا تبقى تروح مكاني يعني من تاريخي نتعلم عن التاريخ اش رايكم ايش تبوا تتعلموا عن ايش مرحلة تعجبكم وتكون في نفس الوقت يعني نتسلى ونتعلم يا ايش في يا مصطفى خايف انه امك ما ترطب مع اللي شاطيني ركما انا اكلمها واقولها انه في رعلها وهي ان شاء الله انها ترطب اوكي اوكي مصطفى طيب قولوا الاهل لكم نروح ارعلم مع بعض واخدوا اذن وانا اذا يعني في مشكلة كلولي انا اكلمهم وانا حاول اقنعها طيب اننا نروح ارعلم مع بعض ونتعلم ونتسلى ايش رايكم ممتاز طيب واجب صفحة رقم عشرة اوكي اللي ما كتب عنده رقم عشرة يلا يأخذ هذه النوتس كي يأخذي يالينا بتانا تنسي اعطي عندك عشان ما تنسي كي يتعلل الواجب تبغي نزاعدك في الواجب عقل يوم يالا تعالي وريني وريني التبتر اوكي انا شبت محل كتابنا اوكي خلينا شو السؤال عندك بس بكر شوية انت را تعرفي الجواب ايش تتوقع الجواب يكون طيب كريت الصدر اللي فوق ايكري الصدر اللي فوق ايش مكتوب الصع الصع هذا وجوره شطوره شفتي كنت عارف انك را تعرفي بس تفكرتي شوية زيادة وانتبعتي على السؤال شفتي حتى ما اعتشت اني اغش الشقف ولا شيء انت بنفسك عارفتي شطوره اتعف انك شطوره اوكي يالا نفس الشي واجب بكرة ابغاكي بس تدري الكتاب تكري السؤال مكويس و تنتبع ايش هو يطلب منك و رح تعرفي تجو اوكي 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 يالا رعشي مكانك شطوره طيب السباكي انتنا عشر دقائق على البال ما تخلص الحصة تقدروا تزولفوا مع بعض شوية اوكي بس بصوتها هذه اوكي هليكم هادين طيب اللي عنده سؤال او شيء او اي شيء يجي عندي انا ساعدك اوكي شطوره ايش في يا محمد اهلا اهلا يا محمد اوهلا يا محمد اهلا اوهلا 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 هنا الصفحة الثانية هذا الموضوع طيب إيش اللي بالضبط يعني أنت ما فهمته هذا الصدر طيب حلو منك أنك يعني طيب تعجو خط وبعد أن تجي تسألني أنا أحب هذا الشيء كثير في طلابي الاهتمام ويعني أحب التعلم جدا حلو فيك طيب طيب شوف أنت أقرى الصدر ما بتعني كل إيش هذي الكلمة ما فهمته طيب عندك التكشنري القموس أوكي يلا جيبو ابعثان الكلمة أوكي أنا أعطيك السبب يلا سي روح على الصفحة الكلمات اللي بتبعر في السي أوكي أشوف أوكي الآن روح على الصفحة اللي فيها سي أو طيب بردن M-P-L-E-X-I-T-Y يلا شوف إيش المعنى صعب طيب طيب بتكتر تستخدم المترجم وشوف إيش المعنى وشوف إيش المعنى فهمت أوه ليني اللقر أصدر مردان أوكي 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 ليني تسأل أوكي إيش في يا شاد شاعرك آه سويتي قصة جديدة أنا كلت كده في شي غيرتي والله علو القصة مر عليك يا شاد ما شاء الله نايس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة